اهلا بكم جددا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان ايران طلبت مساعدات عسكرية بما في ذلك انظمة دفاع جوية متطورة من روسيا استعدادا لحرب محتملة مع اسرائيل وان روسيا بدأت في تسليم اجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي وان تقاطعت التحليلات بها شجة الرد الايراني على الاستهدافات الاسرائيلية المستمرة فان تصاعد التوترات وملامح الحرب بدأت تلوح في الافوق بطلب ايران مساعدات عسكرية من روسيا بما في ذلك انظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة بحسب صحيفة نيويورك تايمز وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مسؤولين ايرانيين فان روسيا بدأت بالفعل تسليم اجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي بما يعزز قدرات ايران العسكرية طلب جاء تزامنا مع زيارة مستشار الامن القومي الروسي سيرجي شويغو الى ايران وهي مؤشرات يمكن ان تقرأ على انها تحالف استراتيجي بين موسكو وطهران في المقابل تسعى ايران الى تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية مع قوى كبرى مثل روسيا والصين فالدعم الروسي لانظمة الدفاع الجوي الايرانية يعكس تحولا في ميزان القوى الاقليمي ويؤكد النية الايرانية في تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة اي تهديد محتمل من اسرائيل او اي تحرك عسكري غربي يقطع توسعها ونفوذها الاقليمي مؤشرات ترفع من احتمالات التصعيد العسكري بين الجانبين اكثر من اي وقت مضى قد يمتد ليشمل تدخلات اقليمية ودولية ودخول المنطقة الى حافة ازمة كبرى ينضم الينا سعيد شاوردي مختص بالشأن الايراني من طهران واجدد الترحيب بضيفي من الناصرة دكتور محمود ياسبك مختص بالشأن الاسرائيلي مرحبا بكم سيد سعيد ابدأ معك بوتين طلب من خامنائي ردا محدودا على اغتيال هنية من جهة واليوم يعني تحاول روسيا ان تمد ايران بالاسلحة ماذا يعني هذا تحية طيبة لك ست يارا ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين طبعا هذا الكلام عن ان بوتين ارسل رسالة لايران وطلب من ايران ان يكون الرد يعني ردا يعني محدودا او ما بعرف ايش بنسميه هذا كلام لن يصدر عن مصادر رسمية ولا اعتقد يعني ايران كانت في السابق قد استمعت الى اي طرف عندما قررت وخاصة عندما ردت على اسرائيل بعد الاعتداء على القنصرية الايرانية في دمش لم تستمع لا لروسيا ولا لاي تحذيرات اخرى وحتى تهديدات صحيح العلاقة قوية جدا واصبحت علاقة استراتيجية بين ايران وروسيا وهذه العلاقة تزداد قوة يعني يوم بعد يوم خاصة في العوام الاخيرة وهي مرشحة الى ان يعني تشمل كل شيء العلاقة هي في الاقتصاد في القضايا العسكرية في المجالات الامنية وهناك فرص كبيرة لان تصبح علاقة اكبر مما هي عليها الان وتصل حتى التعاون هناك مقطة ان يصبح التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا لاكثر من عشرة مليارات وهناك استشارات بين ايران وروسيا حول الكثير من الملفات الاقليمية والدولية والتعاون ولكن انا لا اتصور ان ايران تستمع لاي احد حول كيف سترد على اسرائيل اسرائيل اعتدت على ايران واخترقت يعني القطوط الحمراء فهي من تغرر كيف ترد على اسرائيل ولا اتصور يعني الرئيس بوتين هو يريد ان يعني يتدقل في هذه القضية الزيارة التي جاءت للمستشار الامن القومي الروسي هناك الكثير من الملفات خاصة انه حكومة جديدة في ايران يمكن ان تستمر الحكومة الايرانية بما بدأته الحكومة الايرانية السارة حكومة سيد راهيم رئيسي ومن منها التعاون العسكري يعني نستطيع القول انه اعطاء الاسلحة الروسية لايران في هذا الوقت هو رد للجميل الايراني عندما اعطت المسيرات في حرب اوكرانيا لروسيا وليس جر روسيا لتكون طرفا في الصراع صحيح ستيارة يعني ايران قالت فيما يخص المسيرات التي زودت بها روسيا مسيرات شاهد انها زودتها بهذه المسيرات قبل بدء الحرب الاوكرانية الروسية وبعد ذلك ايران لم تقول انها استمرت بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة طبعا هناك تعرفين ان التعاون العسكري بين الدول يعني معظمه هو خفي لا يخرج لي العلن لأسباب عديدة والولايات المتحدة لديها تعاون عسكري مع الكثير من دول العالم لم تكشف عنه هناك تعاون غد يكون خفي بين موسكو وطهران يشمل كثير من المجالات ولكن الرواية الرسمية الايرانية تنفي ان تكون طهران استمرت بتزويد روسيا بالمسيرات لاستقدامها في الحرب في اوكرانيا اليوم ايضا ايران ايران تقول انها صحيح تريد الحصول على مقاتلات سوخ 35 من روسيا وهناك حوالي 25 طائرة من المبترض ان تسلمها روسيا لايران وحتى الان لم تسلمها ولكن ايران في الاساس تعتمد في المجال الدفاعي على صناعاتها الداخلية وليس على الاستيراد من اي دولة سواء كانت روسيا او غير ذلك يعني لو في التسعينات عند منهار الاتحاد السوفيتي السابق كانت هناك كمية كبيرة من الاسلحة والصواريخ اقترحتها روسيا على ايران ان تبيعها لايران وكان لدي ايران اموال طائلة وكبيرة اثر يعني اسعار النفط عندما ارتفعت في تلك الفترة وكان بامكانها ان تشتري هذه الاسلحة ولم تشتريها ايران فقالت في ذلك الوقت لو اشترينا هذه الاسلحة سنضرب صناعاتنا الداخلية الآن ايضا التعاون مستمر ولكن التركيز الاساسي هو على التصنيع في الداخل طيب سيد دكتور محمود ايضا اريد تعليق منك على هذا الموضوع اعطاء السوخوي لايران من قبل روسيا هو امر طبيعي ونحن نعلم ان هناك يعني علاقات كذلك تجمع روسيا باسرائيل هل ستعتبر موسكو انها اليوم دخلت طرفا في هذا الصراع ام ستحافظ على مسك العاصمين المنتصف بين الطرفين نعم اولا استاذة يرى انه هذا حق طبيعي لايران ان تتزوض بالاسلحة في اي مكان ومن اي مصدر يعني ممكن تزويدها بهذه الاسلحة التي لا تمتبك ايران مثل الطيران ومثل الدفاعات الجوية لكن يعني هذا العلاقة الروسية الايرانية والمحور الذي ينشأ امام اعيننا ومنذ حوالي بضع سنوات وهو المحور الصيني الروسي الايراني بعد ان محاولة امريكية جادة جدا كانت لعجل ايران عن العالم ويعني محاصرتها وحصارها ولكن الايران استطاعت يعني ان تفك هذا الحصار عنها وعلى الرغم من كل الضغوط الامريكية على حلفاء في المنطقة وفي خارج المنطقة لكن ايران اليوم اصبحت لاعبا هاما في العالم ولها حلفاء استراتيجيين وهم الحلفاء الاستراتيجيين والحليف الروسي الممتد الى المحور الصيني ولذلك يعني قضية الطيران الطائرات سخوي او غيرها التي تريد تطلب وتدفع ثمنها ايران هذا حق طبيعي ان تمتلك الانتفاع عن نفسها ولتبني قوة العسكرية الضاربة في المنطقة لانه الامريكان على ما يبدو لا يريدون اي قوة اخرى الا قوة لحلفائها فان تكون روسيا حليفة لايران وايران حقيقة يعني عمليا وقفت وقفة وقفة حليف مع روسيا يعني انا اعتقد انه القضية لم تعد الان سرا على احد انه نعم تم تزوين روسيا بالطيران بعد الحرب مع كذلك بعد الحرب مع اوكرانيا وهذا طبعا طبيعي لانه العدو اصبح عدوا مشتركا يعني اوكرانيا التي حليفة للولايات المتحدة الامريكية تحارب من ارادت ان تكون حليفا لايران وهذا يعني في العلاقات الدولية ان كان سرية او واضحا او يعني مفضوحا هذا شيء طبيعي وهذه العلاقة الروسية الايرانية تتطور منذ سنوات قليلة بشكل كبير جدا وروسيا تريد ايران وايران تريد روسيا وهذا يعطيها القوة والسند الطبيعي امام يعني المحاولات الكبيرة الامريكية لمحاصلة ايران وهذا السند الروسي الحلف الروسي عمليا اصرج ايران من عزبتها التي ارادت امريكا فرضها عليها طيب اسمح لي قبل ان اختم سيد سعيد اريد منك ايضا تعاليك قبل الختام انه هل ما يعيق او يؤخر الرد الايراني اليوم هو موضوع الاسلحة او قلة عتاد لا بكل تأكيد ستيارة يعني الخطط العسكرية هي موضوعة منذ فترة طويلة هناك لو كان لدينا وقت لتحدثنا كثيرا حول هذا ان هناك خطط عسكرية موضوعة في ايران جيد هناك هذه خطط عسكرية قد وضعتها ايران طبعا هذا ما نسمعه من العسكريين وكبار العسكريين في الجيش الايراني وايضا في الحرس الثوري الخطط العسكرية هذه الموضوعة منذ اكثر من عقد للدخول في حرب شاملة اذا ما تمت يعني هناك ضربة لايران او شنت عليها حرب او استهداف يعني بشكل وشيك سواء من قبل ولاية المتحدة او من قبل اسرائيل فالجهوزية لمثل هذه الحرب هي موجودة ولكن هذه الخطط لم تستخدم في مثل هذه الحالات هذه الحالات التي طرأت جديدا والرد الايراني هو يحتاج لخطط جديدة وبكل تأكيد كل ما تحتاج ايران من اسعى للقيام به ومتوفر في ايران بشكل كبير شكرا جزيلا لك سعيد شاوردي مختص بشأن الايراني كنت معنا من طهران شكر موصول للضيف من الناصرة دكتور محمود ياسبك مختص بالشأن الاسرائيلي شكرا لكم وننتقل الى محورنا الاخير